احنا عندنا نمو الطفل طبعا له مراحل فيه اول سنتين فيه لغاية سن دخول المدرسة طبعا الموضوع كبير وطويل فالنهاردة احنا هنركز لغاية دخول المدرسة اول حاجة هل النمو في اول سنتين عملية متصلة ولا مثلا يزيد وبعدين يهدى ولا ماشي على طول بمعدل سابت اولا هو نمو الطفل يعني له كذا شق فيه نمو جسدي ان الطفل يزيد في الطول والوزن ومحيط الرأس وفيه نمو حركي وفيه نمو حسي ونمو عقلي وزيني واجتماعي فلو احنا ابتدينا نتكلم عن نمو الجسدي الطفل بيتولد طوله حوالين الخمسين سنتي ووزنه حوالين التلاتة كيلو يعني اتنين ونص الاربعة وين يزيد او يقل يزيد او يقل نمو الطفل ملوش معدل سابت يعني بيتغير من يوم اليوم من شهر لشهر الصيف غير الشتاء غير الخريف وعوامل كتير بتتدخل اذا قلنا يعني رفلي كده ان الطفل مثلا في اول سنة بيبقى سرعة نموه كبيرة جدا جدا ممكن يزيد حوالي خمسة وعشر سنتي في السنة الأولى بعدين تبتدي تقل تدريجيا 15 سنتي مثلا في السنة التانية 10 سنتي في السنة التالتة وبعد كده يبتدي يقل معدل النموه من خمسة لستة سنتي في السنة انما ما هوش معدل سابت عشان كده مهم جدا جدا ان الامهات تتابع الاطفال مع دكتور الاطفال متابعة زيادة الطول والوزن ويبقى له مدف يا فندم وتسجل فيه كل حاجة بالزبط وكمان فيه حاجة اسمها منحنايات النمو يعني فيه اختلافات طبيعية بين الاطفال ما نقدرش نقول ان الطفل لازم يكون طوله كذا لازم يكون وزنه كذا عند السن الفلاني ولكن فيه منحنايات نمو بتقول اقل حاجة مسموح بها ايه اكتر حاجة مسموح بها ايه ايه المتوسط والمهم ان الطفل مع متابعة دورية للنموه بتاعه ما يقلش عن معدلاته الطبيعية دي يعني بيكون لهو معدل طبيعي يمشي على المعدل الطبيعي اللي بتحدده عوامل كثيرة بقى جدا عوامل وراسية مثلا التغذية بتاعت الطفل لو كان فيه اي امراض مزمنة بيعاني منها الطفل اذا كان فيه اختلال في بعض او خلل في بعض الهرمونات اذا لابد من المتابعة الدورية ده النمو الجسدي فيه نموه حركي بقى ان الام تلاحظ ان الطفل ده يبتدي مثلا يصل براسه عند شهرين يبتدي يقعد متسند عند اربع شهور يقعد مثلا الواحد وست سبع شهور يبتدي يقف يحبي تسع شهور يمشي حوالين التسع شهور الى سنة ونص ماكسيمم فيه اختلافات طبيعية مش كل الاطفال في نفس الوقت انما المهم ان يكون فيه تطور مستمر ان ما يتوقفش التطور انما مش بالضرورة ان التطور كل الاطفال تكون بالزبط في نفس السن فيه نموه بقى اجتماعي وان الطفل مثلا الام تلاحظ ان هو بيبتسم لها عند شهرين بيشوف كويس بيشوف كويس بيسمع بينتبه للأصوات يبتدي يلاغي بابا ماما عند مثلا ست شهور لتسع شهور يبتدي يعمل باي باي عند سنة يبتدي ادير الحاجة ياخدها ادير الحاجة ياخدها الكلام مثلا انه يبتدي يبقى فيه كلمات متقطعة ثم بعد كده تزيد ثم يقدر يقول عند سنة ونص مثلا جملة من ثلاث كلمات يعني المهم ان يكون الام تبقى وعية كويس قوي ان النمو ده هو مش بس مائسات ده نمو له يعني نواحي كتيرة جدا ومهم قوي المتابعة الدورية مع طبيب الاطفال بس ساعد بقى الوعي ده بيبقى الزيادة يا دكتورة شيرين وتقولك انا ابني ما تكلمش لسه ده ابني فلانة تكل ده ابني مامشيش ده الواد اخوك كبير ماشي قبل كده يعني هو دايما فيه مقارنات بغيره وحبك قلت انه هما مش زي معنا لازم يبقى فيه اختلافات طبيعية هو المهم ايه هي الحدود الفاصلة فسواء ان احنا بنحاول نعمل وعي للامهات انها تبقى فاهمة ده او بالاستعانة بطبيب الاطفال انها لو شكت ان فيه حاجة غلط ممكن بتلجأ لطبيب الاطفال وهو بيطمنها وهو بيقيس ويشوف وبيقيس ويشوف ويحط الطفل على منحناية النمو وهيكز